الفيديو ده يهمك جدا لو انت حابب تخلي المدونة بتاعتك تتقابل في جوجل وكمان تقدر تحصل عليها احصائيات على جوجل وزي ما انت شايف كده ده ارباح بلوجر وكمان رابطها باعلانات جوجل وزي ما انت شايف كده من خلال المواقع الالكترونية حالة اللي اعملها انت جاهز وكمان حالة طبعا مؤتمد هنا وكل ده نشرحه بالتفصيل مع بعض من خلال الشروط اللي انا عملها في مدونة بلوجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفيديو ده ممكن يهم بناس كانت متابعاني في انشاء مدونة بلوجر الفيديو ده هقول لك شروط قبول المدونة في جوجل ادسل سوار لك على عدة شروط كده يمكن انتطول مرة تسمعها حتى لو سمعتك لكده انا احطي لك النوعات عليك حروف علشان بتخلي المدونة بتاعتك مقبولة في جوجل ادسل مدونة بلوجر وحشرحنا الفيديو اللي فات ازاي تقدر تنشغ مدونة وكمان تربطها بجوجل ادسل سواء كان بدونين مجاني او دونين مدفوئة وشرحنا كل ده وسنك الرابط الشرق فيه التعديل طيب دلوقتي ايه شروط قبول مدونة بلوجر في جوجل ادسل سوار لك كده على عدة شروط حاول تركز معايا اول شرط انك تكتب مقالات وعددهم على ان لخالص تلاتين مقالة شرطة هما يكونوا مضافقين مع لمحركات البحث وانا شرحت قبل كده برضو في كتابة المقالات على مدونة بلوجر بعد كده بتنشغ صفحات اسمها السياسة الخصوصية وصمحة اسمها اتصل بناء الشرط التاني انك تنشغ صفحة سياسة الخصوصية باسلوبك انت يعني ما ينفعش تأخذ قالب شخص تاني وتضفها انت في القالب وتغير بس كلمة الموقع بتاعك وعنوان الموقع بتاعني ده كنا ده غلط حاول تتفهم انت صفحة سياسة الخصوصية عايز تخليها تتكلم عن ايه وكتبها باسلوبك انت وتبعد عن اي اكواد انت ضعيفك داخل الصفحة في اكواد لصفحة تتصل ده احاول تبعد عنها تماما وهيورها لك كمان شوية لتفاصيل الفيديو طيب بالوقت بقى في الحاجة الاخيرة وهي القالب متسنتقش اي حد يقول لك فيه قانب مجاني متعافق مع الاس اي او او متعافق مع شروط جوجل ادسنز كل ده كلام فتفاضي انت حاول تشتري قالب مدفوعة بحيث ان هي تتقبل في جوجل ادسنز وتكون فريدة من نوعها وانا هرجح لك في الفيديو ده افضل قالب مدفوعة تقدر تشتريها قريبا بيبدأ سعرها من ميت جليه وانت طلع لكن القالب دي بالفعل هتتابل فيها في جوجل ادسنز طيب تعالوا بينا كده نخش فيه تباصيل بلوجر مع بعض كده على مدوان بلوجر زي ما انت شايف كده انا كاتب باكتر من تلاتين مقالة قدامك هنا كده انا كاتب تلاتين مقالة بتوعي انا هيتقبل في جوجل ادسنز نازم تحقق الشروط اللي معي ايه الشروط طيب بالشروط الاولاني زي ما انا قلت تلك القالب بتاع يعني بصراحة من افضل قالب اللي انا جبتها يعني مش محتاج بانك تفهم برمجة ولا محتاج انك تتعدل فيها حاجة كل حاجة فيها سألت حتى كمان لما تيجي تروح حال ده كده على القالب في عندي اضعات ليلية في عندي بيواجهني على صفحة سياسة الخصوصية وتصل بنا وكمان الصحفة الرئاسية وهنا سيرش تاع اه على المطنب عن سيرش على اي حاجة انا عاوزها وكمان بيحولني على اقسام سريعة سواء كان قسم الرياضة او ادارة المحتوى او اي قسم انا عامله على مدونة بلوجر بصراحة القالب مية في المية بس لازم تحق الشروط اللي بعد كده اللي يعمل عليك صفحة سياسة الخصوصية لما تيجي تروح حالدك على بلوجر وتروب بعد كده على صفحات اي وجهت على طول على صفحة التصل بنا والسياسة الخصوصية طيبني ازاي انا عامل حاجة زي كده كل اللي عليك بس بطاب على كلمة انشاء صفحة دي ده وبيوجهك كده على صفحة فاضية وهناك تكتب فيها بعض البيانات اللي يقدمي دي يعني مسلا على صفحة التصل بنا تعالوا نتكلم عليها الاول صفحة التصل بنا واقلتك قبل كده حطوا صورة في المقالة اللي انت تتبع لعادي كاب تكتب بقى انت المقالة دي لاسلوبك حاول تكتب على قلة 300 كلمة في المقالة دي دي يا صفحة التصل بنا الصفحة دي صفحة التصل بنا طيب دلوقتي بقى انا في ناس بتقولي يعني شفت ناس على اليوتيوب بتتكلم في كود انت ضايفه اللي هو بيجي في اسم وتريد الالكتروني ورسال دك ومده بتكتمها من خلال الخاص بالصفحة بتاعتك وكل الكلام ده غلط خلي بالك وممكن اي حد لو وانت حطير اي كود غلط ممكن يسرق بلوجر بتاعك حرفيا ممكن يسرق بلوجر بسنب صغراء انت سيبتها في الاكواد دي واقولك انت مفروض عليك تعمل ايه مفروض عليك انك تمسح كل الكلام الفاضي ده وبعد كده تكتب للتواصل معنا على الفيسبوك بتروح تاخد الفيسبوك كده وطول انت ارتباط شعابي وتضيف صفحة الفيسبوك بتاعتك على سبيل الوسائل ما انا هروح كده واكتب الفيسبوك باخد بيوك الفيسبوك كده اللي هي الصفحة بتاعتي انا وارجع دائما وقال له هنا كنترول فيه وبعد كده بقق على كلمة فتحة هذا الرابط في نافيزة الجديدة وقق على كلمة تطبيق وتعمل نفس النظام في التليجرام والواتسات طيب هل الطريقة دي صحيحة بالطريقة الصحيحة والسليمة طيب فين صفحة من احنا وبتنصب بنا والحبيات دي اجيبها من ايه انت حتى لو جيت تروح على بلوص بلوغر كده كده اصلا ايه نوزج الاتصاد موجود تحت هنا تكتب الاسم والبريد الالكتروني وكمان الرسالة وبعد كده بيعمل الرسال وده برضو من شروط طبول مدون بلوغر اني نوزج الاتصال الموجودة هنا طيب اجيبها من نين كل اللي عنك بس بتروح حدك على بعد كده تعمل ليه هنا او تعمل تعديل براحتك بعد كده تنزل على كلمة التنسيق وتنزل تحت كده خالص لحد ما تلاقي كلمة هنا اللي هي مواقع تصل بها او صفحة اتصب بناء ترجع ندور عليهم مع بعض او نموزج الاتصال طبق على كلمة اضافة اداة بعد كده بتدور عندك على نووزة بالاتصال تمام بس انا كده ضايفهم ليه مدان ما تدخل لكده ونشاطة اضاف تاني خالص انت بتلاقي هنا نموزة بالاتصال طيب زي لو انت شايف كده هي موجودة بالشكل ده كده عرضة هزي الاداة كده 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 اصلا هي موجودة مع القادر وطبق بس على كلمة حفز يبقى كده ليه الاسم والبريد اللي ابتوني ورسال رسالة يبقى كده عملنا نووزة بالاتصال موجود اصلا في القادر طيب دلوقتي بقى صفحة سياسة الخصوصية احنا كده في رسالة ما تصل بقى اتروح عندك على السفحات من جديد بعد كده بتروح بقى عندك على صفحة سياسة الخصوصية بتضغط عليها بخطة كده وبتبدأ انت هتكتر بقى سياسة الخصوصية باسلوبك انباء وحاول تحط فيها يعني الموقع بتاعك اسم الموقع بتاعك حاول تخليه فيه كل كلمة او الموقع بتاعك في كل كلمة طيب دي سطح سياسة الخصوصية وفي الاخر بتظهر معاك بالشاب كده كده تمان الاشتراح كلمنا على شروط قبول مدونة في جوجل اتسنز ونوو انت اتبعت الشروط دي حاطفيا المقانة بتاعتك هتتقبل تجرح يكلمنا على شروط قبول مدونة في جوجل اتسنز ولو انت بتبعت الشروط دي حاطفيا أي مدوانة بتاعتك هتقابل في جوجل ادسلز في خلال عشر أيام بالكتير قوي وحين شرح عن الانجهات المثال من المدة اللي قاعدت معي عبدالشان تتقابل معي مدوانة بلوجك في جوجل ادسلز وبكده عن شرح انتهى أتمنى يكون شرح عاربك كبيرت ننساش تدعم لي بلايب بسابسكرايب ولو احتجت أي حاجة تجلي في التعليقات أرض عليك إن شاء الله وتشككم علاقة جديدة على السلام